لو انت عايز تحط عنوان ورقمه في بتاع الملف هتقابلك مشكلة ان انت لما تحط مسلا هنا تكتب شابتر واحد هتقابلك مشكلة ان انت بعد ما تكتب الجرام ده وتقفل والفوتر هتلاقي ان ده تكرر في كل الصفحات حتى مع الشابتر التاني شرحنا في فيديو قبل كده ازاي ان انت تستخدم في ان انت تفصل الهيدر في كل على التاني وبالتالي تكتب شابتر اتنين اسمه مختلف عن شابتر واحد والهيدر بتاع شابتر اتنين يبقى الواحد وهيدر بتاع شابتر واحد يبقى مفاصل عنه لو استعرف ازاي تعمل كده ممكن تراجع الفيديو الخاص بالسكشنز او القطاعات في طريقة تانية بتحتاجش ان انت تعمل اصلا ومش محتاج ان انت تكتب الهيدر كزا مرة انت بتكتبه مرة واحدة بس بس في صورة بطريقة حاجة اسمها واخلاق دي هي الواحدة اوتوماتيك لما بتعدي على شابتر جديد بتتغير بناء على اللي موجودة في الشابتر ده عشان اعمل كده انا مسلا هدخل على اه هدخل هنا على الهيدر اهود همسح الهيدر اللي انا كنت كاتبه وهلاقي في هنا حاجة اسمها هدخل عليها بعد كه هدخل على الفيلد هلاقي في هنا اه كتيرة انا همحتاج منها او اختصار ديت يعني اختار معين هو هيدور عليه ولما يلاقيه ياخد الداتا بتاعته ويكتبها طبعا انا امعرف العنوان بتاع الشابتر على انه واحد ودي كنت شرعتها فيديو سابق برضو فاختار من هنا واحد وهدوس كده هو اتبص في الصفحة دي اتلاقي ان واحد مكتوب جنبه كلمة فارح كتب العنوان اللي هو لما تيجي تبص هنزل تحت هنا هلاقي ان في شابتر اتنين لان برضو ده واحد مكتوب جنبه فهو غير الهيدر خليها اناليسز وهعدي برضو على الشابتر تلاتة مكتوب جنبه فغيرها خليها ريزلت وكل الصفحات اللي بعد كيه بتدبع الشابتر بتاعها لغاية لما يحصي يظهر الشابتر جديد بهيدنج واحد تاني عشان ياخد العنوان الجديد بتاعه طب لو انا عايز احط كمان جنب الكلمة ديت جنب العنوان اسم الشابتر نفسه الرقم الشابتر شابتر واحد شابتر اتنين وهكذا هتكرر نفس الخطوة تاني هدخل وادوس على وبرضو هدور على واختار واحد بس هزود وادوس اوكي فهو هحطي لي شابتر واحد هزود انا مسافة وهتكرر لها وبص تاني هنزل انا عشابتر اتنين لان هو كتب شابتر اتنين هنزل عشابتر تلاتة هليه كتب شابتر تلاتة محتاجتش ان اعمل محتاجتش ان انا ادخل هدر لكل شابتر مفاصل على التاني ونفست اللي انا عايزه بان كل شابتر عنده الهدر بتاعه الخاصي لو شايف ان الفيديو ده مفيد اعملوا شير عشان الناس اللي تشوفه ولايك لو الفيديو عجبك وسابسكرايب سلام